حمدون مواطن صالح وموهوب كان يتصف بكل الصفات الجميلة والحميدة لكن للأسف كان لديه مشكل وهو تذبذل في العمل يعني يوم خدام وشهر البطار فذهب إلى مصنع تصنيع زيت السيارات فالتقى بمدير المصنع وقال له حمدون وظيفتك بسيطة وهي حساب الدلاء فقط وإياك أن تخطئ في الحساب فأجاب حمدون ببرودة أعصاب وقال له هذه الوظيفة سهلة جدا فلا تخف أنا إقليدس في الحساب فمصنعك تحت أيدي آمنة ترعى فبدأ حمدون يعد وخوفا من الخطأ والطرد أصبح يعد الدلاء بطريقة الأصابع مثل العجيز هذا الدل الأول وهذا الدل الثاني وهذا الدل الثالث ورأى كل رجل عظيم إمرأة لكن للأسف هذه الحكمة تغيرت في وجه حمدون حيث اتصلت به زوجته في وقت غير مناسب وبدأت تطلب منه متطلبات البيت مثل الخبزة وحليب الأطفال وحفظات الأطفال وفي هذا الوقت نسي حمدون العد وبعد انتهاء المكالمة أكمل عملية العد هذا الدل الرابع هذا الدل خامس هذا الدل سادس وفجأة جاء المدير المصنع وسأل الحمدون كم هو عدد الدلاء اليوم فأجاب حمدون ببرودة أعصاب بالطبع توجد سد دلاء فغذب مدير المصنع وقام بطرد حمدون أصدقائي فما هو الحل المناسب لمدير المصنع أنه يجلب موظف ولا يخطأ في الحساب الحل بسيط جدا وهو إحضار خلية كهر ضوئية تكشف عن مرور الدلاء وهذه الخلية نربطها بدار ضد ارتداد وهذه الدار نربطها بعداد إمام قلبات أو دار مندفج 74-90 وهذا العداد نربطه بمرق سبع قطع كما تلاحظون هكذا يتم حساب القطع إذن درس اليوم وشهوا هو درس العددات جماعة زينا وش مطلوب منكم كل واحد لازم يعصر قهوة زينا ويشربها بيكون مركز معايا بصحة ولهنى للجميع تفاصل ثم نواصل جماعة زينا قبل ما ندخلو لعددات ناس موحد المخطط وباء النظم وأفكارم تاعنا وباء ما يقاعدنا حتى مشكل في العددات أول حاجة في السنة الثالثة وش رحي ندرسه؟ رح ندرسه لعددات لا تزامونية عرباكم باللي عددات كانت فيها نوعين كانت العددات المتزامنة وعددات لا تزامنة عددات المتزامنة ما نعض النقل لتفسك من قلبة تربط نفستين إشارة الساعة أما العددات التزامنية معنتها إشارة الساعة تربط بالقلب بالأول فقط وهذه راح نفهمها من بعد إن شاء الله ما تخلقوش أرواحكم في العدادات لا تزامون يا جماعة وقدها فيها نوع فيها نوعين في السنة الثلاثة وش هتدرسوه راح تخدموا العدادات بإنجاز القلابات سواء قلاب جيكا ولا قلاب تي ولا قلاب دي ولا قلاب ايرس مين توما وش هتركزو على قلابات جيكا وفي ناس الوقت بعد ما تكملوا عدادات باستخدام القلابات راح تدرسو النمط الثاني اللي هو عدادات باستخدام دارامون دمجة 74 الأسير نازل ننرجع لعدادات باستخدام القلابات في العدادات دايك بالاستخدام القلابات كي نوعين كي نعادتات بدورة كاملة وش معنتها؟ العداد اللي ما أخدوه مقلابات يحسنوا كل احتمالات ما يكايش إرغام ولا ملس وك نعم الثاني عداد بدورة ناقصة وش معناتها ناخد معدد الدورة كاملة وسوف نتخلصوا منه وهذا كرقم يتخلص منه ونجعله عدد ما يكملش الدورة وهذا احنا فهموها كامل مليح روحوا عدد دورة كاملة فيها نوعين كي النوع نسميه عددات تصاعدية مع انت كيف يحسب يحسب سيفر ثم واحد ثم اثنين ثم ثلاثة بنسق تصاودي اما النمط الثاني في العدد دورة كاملة هو نسق تنزلش مع انت يحسب ثلاثة بعد اثنين بعد واحد بعد سيفر يعني عكس عدد تصاعد هذا بنسبة الدورة كاملة بالنسبة الدورة ناقصة هي اهم حاجة عندكم لازم تركزوا عليها فالدورة ناقصة كاملة عددات تصاعدية وبالطبع كاملة عددات تنزلية فالعدادة تصاعدية دورة ناقصة كاملة ثلاثة احتمالات ونقوم في المخطط الوظيفة كاملة احتمال اول تخدم عدد في مسح ذاتي فقط كاملة الثاني وشه هو عدد تصاعد بدورة ناقصة في مسح خارج يعني انت يمسح خارجي عن طريق شخص او شيء خارجي وكامل النمط الاخير وش فيه في هذا وفيزوش مع بعض فيه مسح ذاتي او مسح خارج معانتها العدد نقدر ننصحه خارجيا ولا يتمسح تلقائيا هذا بنسبة العددات التصاعدية بنسبة العددات التنزلية بدورة ناقصة كذلك كامل نوعين كامل نوع شحنه ذاتيا معانتها العدد التنزل يشحن بالقيمة الابتدائية ذاتيا طريقة آلية وكامل النمط الثاني وش نسميوها شحن خارجي معانتها نشحن العدد طريقة خارجية مثلا كما لامبريموت كي تجي تطبع مثلا خمس نسخ تشحن لامبريموت برقم خمسة خارجيا هكذا هذي بنسبة العددات التنزل لدورة ناقصة ورخوا ربع وسبعين الاس تسعين هي دارة مندمجة مشحنة بقلبات جيكا وقلب ار اس فيها عدد تصاعد معانتها ديما نمط حسابتها هو تصاعد وهذا عدد تصاعد يجمع في نوعين يا عدد بدورة كاملة ولا عدد بدورة ناقصة وهذا عدد دورة بناقصة ثاني في احتمالات يا مسح ذاتي يا مسح خارجي يا مسح ذاتي او خارجي معظر هذا هو المخطط تعال عددات بنسبة سنة ثالثة جمعة زينا قبل ما نبدأ ونصم عددات سواء دورة كاملة ولا دورة ناقصة خلونا من العددات وكينا واحد الاستراتيجية لازم تركزو عليها كيما شفتو في فيديو شا سميتوكم سميتوكم كيف اصمم عدد بها نعم صمم عدد عندي واحد الاستراتيجية كده فيها فيها ست خطوات كي تفهم هادو ست خطوات ستقون يمكنكم راح تجلقوا حتى مشكل في العددات هذي الاستراتيجية نبدأ في خطوة الاولى وش يقول لك كي تصمم عدد وش لازم لك القلابات لي يعطيهم لك في التركيب لازم تحولهم الى قلاب تي كما شفنا من قبل السجلات بها نخدم سجل لازم قلاب نحوله لدي بها نخدم العدد لازم قلاب نحوله الى قلابة تي وش معانتها قلاب تي معانتها يعمل في حالة التبديل وش معانتها حالة التبديل معانتها المخرج تاع قلاب تي وش يديه يقسم التواتع على اثنين وهذا هو الهدف من العددات معانتها با كي يميد لقلاب جي كا تحولوا دي مثلا وكن يعطي لقلاب دي لازم تحولوا دي بها تخدم العدد وفي الباكالوريات دي ما راح تركزوا على قلابات جي كا وما تقلقوا شجمع اروحكم هذو كامنا احنا شرحهم بتفصيل مرة لازمتكم ست خطوات وبعدها كل خطوة احنا شرحها بتفص رحوا لخطوة رقم اثنين وش يقول لك بها تخدم عدد لا تزامني وش لازم دي تربط القلاب الاول فقط باشارة ساعة الخارجية وباقي القلابات مبعد نحكو يعني مبعد نصم معدد لا تزامني بس كو لا في الباكالان ما نشع نخدمه متزام نحن نخدم معدد لا تزامني مبعد نشرحوها مليح خطوة ثالثة في الاستراتيجية لازم تعرف نوع العدد قبل ما ترسم لازم تسأل روحك هل هذا عدد تصاعدي ولا تنازلي بس كو التركيب يتبدل في اشارة ساعة وفي المخ خطوة الرابعة لازم تعرف لازم تعرف ترديد العدد ورحك هل هذا ترضد يندمي الى دورة كاملة ولا دورة ناقصة وهذا رح نشوفها بالتفصيل ان شاء الله الخطوة خامسة وش هي بتخدم عدد لازم تحول بين نظام العشاري ونظام ثوني لازم تعرف تحول رقم لك يعطي لك من نظام عشاري الى نظام ثوني ولازم تعرف تحول رقم نظام ثوني لنظام عشاري واش معناتها هذه؟ معناتها اجماعت احتمالي اذا طلب منك تصميم العدد وعطالك القلاب universo ترديد العدد اللي مدوا لك يعطي لك بنظام عشيري حوله نظام ثنائي وبعدها ارصم العدد والله ارصم شرط نهاية العدد واذا اعطالك عدد واجد ومركب كل شي قادر يجيك السؤال يقول لك استخرج ترديد هذا العدد في هذه الحالة وش راح تستخدم راح تستخدم تحويل من نظام ثنائي الى نظام عشيري بقى تخرجها الترديد هذه بنسبة خطوة رقم خمسة خطوة رقم ستة مهمة بزاف لازم تقرأ مخاطط وظيف في تعل عدد المعطي منطرف الصانع وشوف تارت مسح العدد تسأل راح تسؤال هل هو مسح الخارجي في مسح خارجي فقط ولا في مسح الذاتي فقط ولا في مسح خارجي مع مسح الذاتي هذا بنسبة لعداد التصاويت بنسبة لعداد التنازلية تسأل راح تسؤال ثاني هل هو يحتوي على الشحن الذاتي او الشحن خارجي هذا بنسبة 6 خطوة ذكو شحن ديروج معا كل خطوة راح نشرح لكم بالتفصيل حصة تأليم وشية لازم نفهمه كيف نصمو العداد الحصة 34 إن شاء الله نبدأه في تصميم العداد هيا جمعنا نبدأه بالخطوة الأولى اللي يتحويل قلبة إلى قلبة إذا جمعنا جدا كين احتمال قاد يقول لك صمم لي عداد ويمد لك قلبات ومن هالي يمد لك قلبة هذا اللي في إشارة الساعة في كولوك فقط هنا مكان حتى تغيير بس قلبة ووظيفة ومخرج تعويش يدير يقسم تواتر لذين يعمل في حالة التبديل إذا في هذه الحالة وش نقوله؟ نقوله قلبتي وش وظيفة تعويه المخرج هذا الفريقونس افكي هذي وش تساوي؟ تساوي الفريقونس تعإشارة الساعة رئيسية افسك على ثنين والله وش يدير هذا القلب وش يدير دور تعويه؟ دور تعويتيكي الجديد وش يساوي؟ يساوي ثنين في دور تعإشارة الساعة رئيسية وهذه نحتاجوها بزه إذا وش معناتها؟ نهار لي يعطي لك العداد ويعطي لك قلبتي هنا مكان حتى تغيير ترسم العداد القلب كما روهما تغيير فيه حتى حاجة هذا الاحتمال الأول احتمال الثاني وش قادر نمتلك وهذا كان بزيف اللي في الباكارو ديما نخدمه بقلبات جيكا ديما يعطيك أسئلة على قلبات جيكا نهار لي نمتلك قلب جيكا في هذه الحالة وش لازم ندير؟ لازم تحول قلب جيكا إلى تيبة تقدر تخدم العداد كيف نحاولوه؟ طريقة بسيطة لازم نيجي وش مند لها؟ مند لها واحد منطقي وركاء واحد منطقي هذا في هذه الحالة وكذلت تبني ذلك واحد واحد نهار لي نمتلك مصدر الجهد نهار لي نمتلك مصدر الجهد VCC في هذه الحالة لا تكتبش واحد واحد اربطهم مباشر Charge بالVCC وكأنني وش عطيت لها هذي أعطيك لها VCC وござي أعطيت لها VCC لعنت أن تأتيك لها واحد منطقي و واحد منطقي هذا كتنين ذلك نهار لي يفرض عليك مصدر الجهد إذن في هذه الحالة وش نقولو إذن قلاب GK وكتهي يصبح قلاب T لما G يسوي K ويسوي VCC ولا يسوي واحد منطقي إذن نكتبه هنا كيف نحاول قلاب GK إلى T لازم G يسوي K ويسوي واحد منطقي ولا G يسوي K ونربطهم بواش نربطهم بالمصدر جهد VCC هذا بديسبب قلاب GK كان احتمال الثالث يقول لك صمم لي عدد باستخدام قلاب D فهذه الحالة طريقة بسيطة جدا واش لازم نديره فهذه الحالة D هذا نربطه بواش بالمخرج المنفي واش يقول لدي في هذا القلاب يقول لدي مدخل واحد اللي هو إشارة الساعة كما هنا في قلاب GK واش يقول لدي مدخل واحد هو إشارة الساعة كما قلاب T إذن نحاول قلاب D طريقة بسيطة جدا إذن D واش لازم نربطها بالكي بار بالمخرج المنفي هذه النسبة لو كان يقول لك صمم لي عدد ويعطي لك القلابات هي قلابات D لازم تحولهم إلى T عن طريق ربط D بالكي بار كان احتمال آخر وهو غير مرغوف فيه إذن نهار ليمد لك مثلا قلاب RS يقول لك صمم لي عدد فهذه الحالة واش لازم تدير لازم لازم الاس هذه تربطها بالمخرج المنفي كي بار وبقالي الر الر كذلك باش نربطها بالمخرج الغير منفي إذن اس نربطها بالمخرج المنفي كي بار والر نربطها بالكي هناك دا ولا عندي مدخل مدخل واحد إذن RS ولا يكافئ قلاب T إذن متى يصبح قلاب RS يسوي T لما S يسوي كي بار وR يسوي كي يعني هذه الخطوة الأولى في الاستراتيجية على بالي راهي بسيطة عودوها في الدار وبإذن الله ما تلقوا حتى إشكالية هذه الخطوة الأولى رحوا خطوة رقم 2 خطوة رقم 2 واش قلنا عليها بات صمم العدد لازم تربط القلاب الأول فقط بإشارة ساعة خارجي بات فهموهم ليه رح نمد لك زوج أنواع رح نمد لك عدد متزامن وغير متزامن بتعرف الفرق ما بيناتهم مثلاً هنا عندي ثلث قلابات وعندي أول حاجة بانا أخدم عدد واش قلنا لازم قلاب جيكا نحوله إلى اتباه نطبقه الخطوة الأولى مع أنت هذو كامل منهم واحد 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 من بعد واش نجيبوه نجيبوه إشارة ساعة جماعة ركزهم عايم ليه لو كان نربط إشارة ساعة بهذا الشكل شاكم تلاحظوا تلاحظوا باللي سي كا آ و سي كا بي و سي كا سي عندهم نفس إشارة ساعة الخارجي لو كان نسموه العدد بهذا الشكل هذا العدد اللي رصبته هو عدد متزامن وحنا في الباكالوريا مناشح نقرأ عددات المتزامنة في هذه الحالة نمحيوه هذه ونبدلو طريقة التركيب إذن واش هو العدد لا متزامن؟ العدد لا متزامن واش هو؟ كما كم تشوفوا القلاب الأول فقط يربط بإشارة ساعة ونسميه الوزن الأضعف أما القلاب الثاني من يجيب إشارة ساعة؟ يجيبها من كي أ وهنا كي أ أو كي أ بار راح تحدد لنمط العدد يكون تصاعدي يتنزل حنشوفها من بعد إن شاء الله إذن في هذه الحالة واش نقوله؟ قلاب الأول مربط بإشارة الساعة قلاب الثاني تلقى إشارة ساعة من قلاب الأول قلاب الثاني تلقى إشارة ساعة من مخرج قلاب الثاني إذن هذا العدد تسميه عدد لا تزامن إذن نكتب هنا عدد لا متزامن واللقاء دلنا نسمي عدد لا متزامن الطريقة الثانية واش معنتها؟ سيكا بهذه نربطها بكي أ بار والسيكا سيتا هذه نربطها كي بي بار وهنا وش حي يولي عدد تصاعدي ولا تنزل إذن هنا وش يهمنا أنه ثنين ربط القلاب الأول فقط بإشارة ساعة معنت قلاب له نربطه بإشارة ساعة قلاب الثاني والثلاث يجبه إشارة ساعة مما مخاش باقي القلابات نمحوا هذه وروحوا الاستراتيجية وروحوا لخطوة الثالثة خطوة الثالثة وش هي جماعة هي معرفة نوع العدد أسكو هو تصاعدي ولا تنازلي معانتها لازم نقرأ المخطط الوظيفي ونفهمه ولا نشوف الصيغات السؤال قاد يقول لك صمم لي عدد تصاعدي ولا صمم لي عداد تنازلي جماعة في هذه الحالة وش لازم نديره لازمنا نعرف المخارج القلابات المخارج الكي وش نسميه مخارج غير منفي أما الكيبار وش نسميه مخارج منفي وروحوا مدخلت على إشارة ساعة كي نوعين قاد يمد لك قلاب يمشي بجبهة صعيدة ولا قاد يمد لك قلاب يمشي بجبهة نازلة شوفوا معي وش هندير هذه الجبهة الصعيدة رح نسميها جبهة غير منفية بص كما فيها رمز نفي وهذه قاد يمد لك جبهة نازلة كما قلتوا أنتم جبهة نازلة وش نسميها جبهة منفية على لحظة تكون هذه الطريقة بما تغلطوش ما بين عدد تصعدي وتنازلي وش هنديره جمعه رح نديره فكرة اليدين فكرة اليدين وش يقول لك هل تقدر تصمم عدد تصعدي ولا تنازلي شوف يديك إذا كان عندك رمز الاختلاف شوفوا هذا الرمز هو الرمز التعاكس ولا اختلاف رمز الاختلاف يولد عدادة تصعود وش معنى اختلاف لو كان مخرج غير منفي تربطه بالمنفي هنا مختلفين والله تربط المخرج منفي بجبهة غير منفي هذا الاختلاف وش نسميه يولد عدادة تصعود وكان طريقة تشابه معنى مثل المخرج جبهة إشارة السعام تشابهين وش يولد لي يولد لي عدد تنازل وش معنى مخرج غير منفي تربطه بجبهة غير منفية يمد لك عدد تنازل مخرج منفي تربطه بجبهة منفية يمد لك عدد تنازل وما تفهموا مليح نشرح لكم هنا شوفوا معي نجمع عندي هذا عدد احنا نخدمو زوج قلبات بها نخدمو عدد أول حاجة وش لازم نقول لازم نقلبات جيكا نحاولوهم إلى تي بها نطبقو الخطوة الأولى ها هذا يعطيت لها واحد 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 بعدها خطوة ثانية وش هي ربط القلب الأول فقط بإشارة تسعة إذا نجيبوا إشارة تسعة نربطوها بسيكاة فقط صحي بعدها جمع وش نديرو ورحوا الخطوة الثالثة وش هو تسأل عكم وش هو السؤال اللي طلبوا مني عدد تصاعدي ولا تنازل مثلا لو كان نربط كيئة بسيكاة بي وش لكم تلاحظوا كيئة مخرج غير منفي والجبهة غير منفية غير منفي غير منفي تشابه إذا نعدد هذا الشيء يريد لك عدد تنز ها كتبتكم هنا عدد تنز وزيدوا نجربوا احتمال واحد أخر نمحي هذه لو كان مثلا نربط كيئة بار بالجبهة صاعدة كيئة بار هي مخرج منفي وجبهة صاعدة هي جبهة غير منفية هنا كين اختلف ولا تشابه راكم تلاحظوا تختلف اختلف شي يولد لي هنا لو كان نربط بهذه الطريقة يولد لي عدد تصاعد ها كذا باها نزيد نبدلها نبدل لكم القلبات خدمتكم القلبات بجبهة صاعدة نقوم نخدم لكم قلبات جبهة نازل ونجيبوا قلبات جبهة نازل ها ورق قلب الأول قلب الثاني با أن نخدم عدد لازم نحاولوا قلب جيكا إلى تي قلب جي قلب الثاني إلى تي بعدها إشارة ساعة نربطوها بالقلب الأول بعد نشوفه جماعة زينة لو كان نربط بهذا الشكل عندنا شوفوا المخرج غير منفي وجبهة منفية اسكو تشابه ولا اختلاف مخرج منفي وجبهة غير منفية مع أنتها اختلاف هنا وشي ولد لي عداد تصاعد بسكو اختلاف ما بين المخرج والجبهة لو كان نمحي هذه نشوفوا الطريقة الثانية لو كان نربط كي آبا بالجبهة نازلة كي آبا وش معتها مخرج منفي وجبهة نازلة هي جبهة منفية نفي مع أن نفي تشابه إذا هنا وشي ولد لي لو كان نربط بهذا الشكل يولد لي عداد تنازلي إذن نرمال مساهلة ما فيه حتى إشكال وبهذا نبسطها لكم نحن أعطيها لكم في الجدول أنا ماذا بيا ما تخدموش بالجدول لازم تخدموه بيديكم رمز الاختلاف يولد عداد تصعدي رمز التشابه يولد عداد تنازل بعد نشح لكم له نرسمكم جدول إذن نرسموه جدول بهذا الشكل إذن وشو مقولو في هذا الجدول إذن كين عداد تصعدي ولا تنازلي والقلب لي مدوا لك يمدوا لك بجبهة نازلة كما هذا الطلق ولا يمدوا لك قلبات تمشي تتأثر بالجبهة صعيدة إذن إذن بتخدم عداد تصعدي لازم جبهة نازلة بشتربطها بالمخرج غير منفي وباتخدم عداد تصعدي ولو كان يمدوا لك جبهة صعيدة لازم بشتربطها بالمخرج المنفي أما بتخدم عداد تنازلي وعطى لك الجبهة نازلة لازم بشتربطها بحاجة منفية كما هي إذن كيبار وهنا وش هيكي إذن وش نقولو إذا أعطالك قلبة جبهة نازلة وطلب منك عدد تصعود أربط بالمخارشكي إذا أعطالك جبهة نازلة وطلب منك عدد تنازلي أربط بالمخارشكي إن شاء الله تكون وصلتكم فكرة وتبعوا طريقة الإصباع هذا بنسبة معرفة نوع العدد التصعود ولا التنازل 4 وش لازمي نعرف لازم ما عرف الترديد العدد لازمي نعرف ازكو عدد دورة كاملة ولا دورة ناقصة وهذه بسيطة جدا وش يقولك اشماع بتعرف العدد دورة كامل اسأل رحكي سوال هل هذا عدد دورة كاملة ولا دورة ناقصة كيف فنفرقون بين عدد دورة كاملة دورة ناقصة نشوفوا الاعداد إذا كانت تردد العدد اللي طلبوا منك ينتمي إلى 2 قوان نقول عليه عدد دورة كاملة مثلا مثلا 2 أس 1 2 أس 1 تسوي 2 معانتها 2 سميه عدد دورة كاملة مثلا 2 أس 2 تسوي 4 معانتها 4 عدد دورة كاملة معانتها رقم لي حقق لي 2 قوان مثلا 2 أس 3 8 كذلك عدد دورة كاملة 16 عدد دورة كاملة بسكو 2 أس 4 32 هي 2 أس 5 معانتها دورة كاملة ربعة وستين هي ثنين وستة معندها دورة كاملة بصحلو كنقول لك خمسة أسكو خمسة تصلح ثني قوان ما تصلحش خمسة لا لا قولوا خمسة لا تنتمي إلى دورة كاملة بالعكس خمسة هي عدد دورة ناقصة إذا نجيبوها بهذا الشكل وش نقولوا عدد دورة ناقصة وش هو هو التعدد الذي لا ينتمي إلى ثني قوان مثلا كما خمسة ستة سبعة ثمانية لا لا ثمانية دورة كاملة تسعة عشرة حداش ثناش ثلاثتاش أربعتاش خمستاش ستتاش دورة كاملة سبعتاش دورة ناقصة ثمونتاش مهم الأرقام لا تنتمي إلى ثني قوان إذن هذه هي وش نسميها عدد دورة كاملة ولا دورة ناقصة إذن وش عدد دورة كاملة اللي تدريد ينتمي ثني قوان وش عدد دورة ناقصة اللي تدريد أو لا ينتمي ثني قوان وهذا كامل الأرقام دورة ناقصة روحوا مثلاً نجمع هذا وشي هو العدد تاع الساعة كامل في البيوت تاعكم كامل عندكم ساعات رح نسئلكم سؤال وشاكم تلاحظوا عدد الساعة وشي هو يتكون من ثلث عددات كي العدد وشي هو يحسب الثواني وكي العدد يحسب الدقائق وكي العدد يحسب ساعة سؤال ما تروح لو كان نسئلكم دقيقة كده فيه ثاني أحد قولي أستاذ فيه ستين ثانية بس هنسئلكم سؤال العدد الثواني كي وصل تسعة وخمسين اسكو يكتب رقم ستين ولا ما يكتبش بالطبع ما يكتبش رقم ستين إذن عدد تارديده ستين وين يحسب من سيفر تسعة وخمسين إذن وش نقوله العدد الثواني وشي هو ثواني هي عبارة عن عدد تارديده ستين معانتها آن يساوي ستين إذن هذه آن وشي معانتها تساوي ستين إذا كنقولك صمم لي عدد تارديده ثمانية معانتها العدد من يحسب من سيفر للسبعة ثمانية لا يظهر إذا كما كشتوا الساعات تقولوا كينا في الدقيقة كينا ستين ثانية مين كما يحسب ترديد الثاواني يحسب من صيفة تسعة وخمسين على هقلوا ترديده ستين كي تحسب من واحد تسعة وخمسين كين تسعة وخمسين رقم وزيد له صيفة ولي ستين رقم إذا ترديده شو هو هو عدد الأرقام غير متكرر صحيح روحوا كما كنت لاحظوا هات تسعة وخمسين ما كتبت ستين راح ديركت ومزهر إذا عدد الساعات كذلك وش نقوله دقائق عبارة عن عدد ترديده ستين أن يسوي ستين يحسب من صيفة تسعة وخمسين من تسعة وخمسين عود يرجع للزير والساعات كذلك هو عبارة عن عدد وش هو ترديده 24 وش معناتها أن يسوي 24 كيف يحسب يعني يحسب من صيفة 23 كيصير رقم 23 يرجع تلقائيا إلى صيفة صيفة هذه هي وهنا كما كم تشوفوا هذه الساعة وش رهي هاي لتنشتها اللي إذا وش معناتها ترديد كي يقولك ترديد العدد كي يقولك ترديد عدد أربعة وش معناتها يحسب صيفة وواحد ثنين ثلاثة كي يقولك عدد ترديد وخمسة يحسب صيفة وواحد ثنين ثلاثة أربعة معناتها رقم الأخير ما يخرج في لا في شوف جماعة زيناء رحوا الخطوة الخامسة اللي هي لازم تعرفها مليح مليح وتحتاجها بزيف خاصة في العددات ولا هتحتاجها في البرمجة اللي تقرأ الميكرو المراقب ولا تدخل في بعض برمجة إذن وش يقولك بتخدم العدد باتتصمم العدد لازم تعرف تحول ما بين أنظمة ما بين نظام العشاري ونظام الثنائي مثلا لو كان يطلب منك تصميم العدد يعطي لك قلبة نوش تحتاج تحتاج تحويل من نظام العشاري إلى نظام الثنائي كيف أن نحاوله جماعة بسيطة جدا وش يقولك لازم تحفظ الأرقام الأساسية الأرقام الأساسية وش هي هي ثنين قوى آن مثلا ثنين قوى صفر هي واحد وواحد مش يقابلوا من نظام الثنائي يقابلوا واحد رحوا ثنين أس واحد ثنين أس واحد وش تساوي جماعة تساوي ثنين وقدها أس تح واحد معناتها وش تساوي تساوي عشرة هكذا معناتها الأس هو عدد الأصفر مثلا ربعة ربعة تنتبه ثنين قوى آن وش تساوي؟ تساوي 2 أس 2 كده فيها صفرين و 1 معانتها تساوي 1 0 0 وهذا الأرقام لازم تحفظه 8 وش يساوي؟ يساوي 2 أس 3 معانتها فيها 1 3 أصفر هكذا والواحد ديما يكون فيه جهة اللاغوش يا جماعة صحي مثلا لو كان قلكم 16 كده تساوي بنظام ثنائي 16 تساوي 2 أس 4 بما أنه يساوي 4 كده فيها 4 أصفر ويجي 1 في جهة الياس تساوي 1 0 0 ولن ننطقهاكم بنظام عشر تساوي 10 أصفر صحي لو كان مثلا نعطيك 32 32 أجمع وش تساوي 2 أس 5 كده فيها 1 و 5 أصفر 64 وش تساوي؟ تساوي 2 معانتها الأرقام الأساسية هذو لازم تحفظها من بعدها وش تديره؟ بعدها مثلا طال لك رقم 3 قال لك حوله إلى نظام ثنائي الرقم 3 وش يساوي من هذو الأرقام بدون تكرار؟ أجمع لي هذو الأرقام بدون تكرار إذن 3 وش يساوي؟ يساوي 4 زي 2 ما تصلح تساوي 6 تساوي 8 زي 1 ما تصلح إذن 3 وش يساوي من هذو الأرقام بدون تكرار؟ يساوي 2 زي 1 إذن وش تكتب هنا؟ يساوي 2 زي 1 و 2 شو معايا 2 وش تساوي بنظام ثنائي؟ تساوي 1 صفر 1 صفر زايد 1 اللي يساوي بنظام ثنائي يساوي 1 إذن 1 صفر زايد 1 يساوي 1 و 1 يساوي 1 و 1 بنظام ثنائي إذن 3 بنظام عشاري وش تساوي 1 و 1 بنظام الثنائي بها زيد نسهلكم نعطيكم أمثلة أكثر مثلاً رقم 5 بنظام 20 حولوني نظام 2 إذاً 5 وشي يساوي من هذا الأرقام بدون كتكرة 16 ما تصلحش 8 ما تصلحش 4 تقدر تخذ إذاً 5 وشي يساوي ربعة زايد 1 نكتبه إذاً وشي يساوي ربعة زايد 1 وربعة وشي وتشفير تاحة ربعة تشفير تاحة 1 0 0 إذاً وشي يساوي 1 0 0 زايد 1 اللي وتشفير 1 كي تجمعوا لي هذه عملية حسابية رقم ختمتها في سنة ثانية نعمط الثناء يا جماعة نقولكم يا واحد بتفهموا هذا ما كان بسكول لهذا النعمطر هو عشاري إذاً 5 بنظام عشاري وشي يساوي 1 0 1 بنظام ثناء زيد نعطيكم الرقم السبعة الرقم السبعة وشي يساوي من هذا الأرقام يساوي ربعة بدون تكرار ربعة زايد 2 زايد 1 مع أنتك كل رقم تستخدموا مرة إذاً 7 وشي يساوي ربعة زايد 2 زايد 1 بعدها هذه الربعة وشي وتشفير تاحة تساوي 1 0 0 زايد 2 تشفير تاحة 1 0 زايد 1 تشفير تاحة 1 وهنا ما كمشح يخرج لكم الباقي يدي مع عملية حسابية سهلة لخلاص إذاً 6 تساوي 1 1 1 بنظام سيستام بينها هذا بنسبة رقم السبعة ورخوا رقم الثناش رقم الثناش وشي يساوي 168 يساوي ثمانية زايد ربعة مع أنتك نحتاجه رقمين هذا إذاً 12 يساوي يساوي ثمانية زايد ربعة ثمانية وشي وتشفير تاحة اللي هو واحد ثلاث أصفار زايد ربعة تشفيرها قده واحد سفرين كي نجمعهم وش نلقاوها نلقاوها واحد واحد زيرو زيرو بنظام ثلاث طريقة بسيطة ما فيها حتى إشكالية إن شاء الله وصلت للجامع زايدكم رقم واحد أخر 19 بنظام عشري حاب نحاولو نظام ثلاث وشي يساوي 19 يساوي يساوي 16 زايد ثمانية ما تصلش 16 زايد ربعة ما تصلش يساوي 16 زايد ثنين زايد واحد إذاً وشي يساوي 16 بدون تكرار زايد ثنين زايد واحد 16 تشفير تاحها وشي هو اللي هو واحد أربع أصفار زايد ثنين تشفيرها واحد صفر الواحد وشي هو تشفير تاحه واحد كي نجمعهم وش نلقاوه نلقاوه واحد صفرين واحد واحد نظام ثلاث هذه طريقة بسيطة إذاً برد نهار ليقول لك صمم لعداد ويعطي لك القلابات لازم تعرف ترديد العداد وتحولوا إلى نظام ثلاث وهذه مرة نجي نشوفوا عليه نحتاجوها روحوا لإحتمال الثاني جماعة قادر شو يقول لك يعطيك ترديد ويعطيك عدد واجده مركبه ويطلب منك استخرج ترديد هذا العدد في هذه الحالة نحتاجه الطريقة العكسية وش معنى الطريقة العكسية؟ تحويل من نظام ثنائي لنظام عشياري في هذه الحالة وش نكتبوها؟ مثلا أعطيتكم واحد واحد بالنظام ثنائي حوله نظام عشياري طريقة بسيطة جدا تبدأ بالألاس بي تكتب عليه وثنين أصفة هي واحد لبعده اثنين أص واحد لبعده اثنين أص ثنين لبعده اثنين أص ثلاثة وتمشي بطريقة متزايدة لازم تمشي من الألاس بي إلى اليسر كما هنا واحد واحد بنظام ثنائي وش يساوي؟ واحد في الواحد يساوي واحد زايد اثنين في واحد اثنين واحد زايد اثنين وش يساوي ثلاثة وهذه هذي شفناها قويلة وتساوي ثلاثة بنظام عشري صحيح ممكن ما فهمته وشاري سنعطيكم الرقم الذي بعده رقم الذي بعده 1 زير و 1 بنظام 2 نحاوله نظام عشاري نبدأ بالألاسبي هذا هو 2 أس 1 1 2 زياما ما نديره 2 أس 1 معناتها 2 طرواز زياما ما نديره 2 أس 2 أس 2 أربعة ونخدمه بهذا الشكل وبعد هذا نجمعهم ديرونهم جودة هيا نبدأ بالأول 1 في الواحد يساوي 1 زيد زيده واش 2 في الصفر 2 في الصفر ما تدخلش زيدة ربعة في الواحد تساوي 4 إذا 1 زيدة ربعة واش يساوي يساوي 5 إذا 1 زيره و 1 بنظام ثنائي واش يساوي 5 بنظام عشاري صحيح. بازدوا تفهموا أكثر أعطيتكم رقم فيك 4 أبيات إذا هنا رقم الذي جاي في الجهة اليامين هو الاسبي هو 2 أس 0 هنا 2 أس 1 هنا 2 أس 24 ونبعد نرى ما تدخل أرقام أرقام لي فيها الصفر ما تدخل إذا هذه الأحيات ما تدخلش بس 1 في الصفر 2 في الصفر يساوي الصفر إذا هذا الرقم بالنظام عشاري يساوي 4 في 1 زايد 8 في 1 4 زايد 8 واش يساوي؟ يساوي 12 بنظام عشاري نزيدكم مثال آخر هذا الرقم اللي فيه خمس أبيات نحاولوه نظام ثنائي واش يساوي؟ يساوي 2 أس 0 هي الأولى 2 أس 1 2 أس 2 2 أس 3 8 2 أس 4 16 وبعدها نجمعه اللي مضروبين من 1 هذه داخلة زايد هذه داخلة وزايدة هذه داخلة إذا واش تساوي؟ 1 زايد 2 زايد 16 واش تساوي؟ تساوي 19 هذه بنسبة طريقة تحويل من نظام ثنائي العشاري هذه تحتاجوها بزاة إذن هذه هي الخطوة الخامسة من الاستراتيجيين آخر حاجة جماعة لازم تعرفوها أن هل يمد لك مخطط وظيفي لازم تعرفوا شي هو النوع المسحة العدد هل هو مسح خارجي ولا مسح ذاتي ولا مسح خارجي مع ذاتي هذه بنسبة لعداد تصاعدي وأن هل يمد لك عدد تنازل تسراحك هل هو شحن ذاتي أو شحن خارجي هذه الإجابة من تعرفها تعرفها من المخطط الوظيفي المواطعة نحن أعطيكم مخطط الوظيفي ونشرح لكم نرى معي جماعة لو كان يمد لك هذا المخطط الوظيفي راكم تشوف هذا المخطط الوظيفي ويقول لك صمم لي العدد وشاركم تلاحظوا أول حاجة وش لازم ديره تحولوا القلبات إلى تي تمدوا واحد وواحد وبعدها تسألوا حكي عدد تصاعدي ولا تنازلني هنا وش راح نقولوا عدد تصاعدي بما أنه من خرج المنفي مربوط بجبهة غير من في عدد تصاعدي من بعد راح نشوفوا المسح شوفوا المسح جماعة هنا المسح وش أطع لكم مسح خارجي ما عندوش علاقة بكي أو كي بي راكم تلاحظوا هذي اللي تمسح جاية خارجيا إذا هذا المسح سميه خارجي لو كان جينا نصم العدد وش ندير كلير لولا تعقلها بالأول وكلير تعقلها بالثاني نقلبهم قتلة واحدة وهنا نقولوا مسح خارج وهذا المسح خارجي كل مرة يمدوا لك قادر يمدوا لك مثلا إكس عشر إكس عشرين إنيسياليزاسيو كين طريقتين إلى آخرين إذن باهنا فهموه إذن وش معناته شحن المسح الخارجي مسح الخارجي هو يمسح خارجيا ما عندوش علاقة بالمخارج تاع القلبات إذن في هذه الحالة شتو المسح كي ختمتوه انطلاقا كي لقيت مسح خارجي هذا احتمال أول احتمال الثاني قادر يمد لك مخطط الوظيفي شاكم تلاحظوا هذي تاع المسح باش مربوطة بوابات وهذه البوابات مربوطة بالمخارج تاع القلبات شكال تلاحظوا تلاحظوا باللي المسح عندو العلاقة بالمخارج تاع قلبات إذن هذا المسح شنسميه مسح ذاتي هاللي يطلب منك عدات وتكمل خدمة تاعه هذي كيلير تاع القلب الأ وكلية تاع قلب بي تتكلبهم كتلة واحدة وفعلا وجهو ترصم ترصم بوابات مسح الذاتي هذه البوابات مربوطة بالكي تابعا المخطط الوظيفي وهذا مدخل التاحة الثاني مربوط بالكيبي والمخرج تاحة البوابة يتربط بالمسح الجماعي لماذا تسمي مسح ذاتي؟ لأن البوابة مجرد توصل تردد العدد هي اللي تمسح القلبة تلقائيا مع أنت ما تحتاج الشخص خارجي بها يمسح العدد وهذا المسح الذاتي نسميه إما مسح ذاتي وقعدا نسميه مسح الداخلي صحيح هذا بنسبة مسح ثاني إذن هذا وش نسميه مسح ذاتي رحوا كين مسح ثالث اللي فيهم في زوج لو كان يعطيكم مخاطط الوظيفي بهذا الشكل شوفوا جمعوا شكل تلاحظوا تلاحظوا باللي هذه الإرغام المسح هذا باش مربوط مربوط خارجيا بمسح الخارجي وفي ناس الوقت مربوط بالبوابة مسح ذاتي إذن هنا هذا العدد وش نقول عليه؟ نقول عليه هذا العدد يحتوي على طريقة هني من المسح إما مسح خارجي أو مسح ذاتي إذن لو كان مثلا يعطيكم العدد بعد ما ختمته العدد وحولتوا قلبات إلى تي وختمته عدد تصعودي وروحوا شوفوا المسح إذن وش تقلبوه؟ مداخل الإرغام هذا تقلبوهم كتلة واحدة وتربطهم بوابة نور على هدرنا بوابة نور أجمع ما داناش بوابة أور لأنه مسح يمشي بصفر ولو كان المددو الواحد ما يمسحش بهن نقلبوه يمشي بصفر المنطقي لازم بوابة هذه تمشي بالعكس تمشي بالمستوى الأدنى إذن إذن هذه البوابة باش نربطوها مدخل الأول نربطوها بالمسح الخارجي ومدخل الثاني باش نربطوها بالبوابة بوابة وش هي مسح ذاتي والله بوابة شرط نهاية العدواذ ونحن نشرحهم في الحصص الجاية إن شاء الله إذن هذه البوابة مخرج تاحها نربطوها بالمدخل هذا قاد الواحد يسئلني السؤال أستاذ له ما هيش بوابة منفية بس كولاه وكتن فالبوابة هي البوابة التي تربط مباشرة بالمسح كوديمش بزيره ويلي تكون منفية باقي البوابة تكون غير منفية إذن هذا وش نقوله عدد يحتوي على مسح ذاتي أو مسح خارجي مين جبتها جماعة مين جبتها من عندي جبتها من المخطط الوظيفي اللي يعطهم من الطرف الثاني حيما دهكم في الباكالوريا بهذا الشكل إذن هنا وش وصلنا وصلنا ثث احتمالات إذا في العدد تصاعد كين ثث احتمالات إما مسح خارجي ولا قاد يمدون لك مسح ذاتي فقط ولا مسح خارجي مع مسح ذاتي والأكثر استعمالنا جماعة وش هو يا مسح الخارجي فقط ولا مسح خارجي مع مسح ذاتي ومرة جاء نشرح لكم استعمالات توهم كامل هذا بنسبة الخطوة السادسة جماعة زينا وهنا وصلنا لنهاية الحصة رقم 33 أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله ولنا لقاء متجدد في حصة 34 إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر